أهلا بحضراتكم مرة تانية اللي بدأ معنا الحلقة أكيد تابع معنا قصة إقالة رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نوال لجرا وأنا يمكن اتكلمت في بداية الحلقة على الموضوع ومش هدفي على إطلاق فكرة المقارنة إن أنا لعملت مقارنة بين الكرة في فرنسا وكرة في مصر أو بين منظومة وكيفية إدارة الكرة في فرنسا وإدارة الكرة في مصر المقارنة هتكون قاسية جدا وجرحة جدا وظلمة جدا في نفس الوقت لكن أنا هنا حبيت أوري لحضراتكم من خلال مثال بسيط جدا إزاي المنظومة بتشتغل إحنا نتكلم على رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسية اللي أخطأ في حق مش نادي ولا منتخب ده أخطأ في حد شخص يبقى صحيح إنه اسم كبير في الكرة الفرنسية وبيمثل رامز وبيمثل أسطورة ولكن حتى لما شرحت لكم تصريحاته اللي قالها في حواره الإزاعي واللي تعرض فيها لزين الدين زيدان ما كانش فيها أي إهانة ولا أي تجريح يمكن كان فيها نوع من أنواع الاستهانة باسم زين الدين زيدان ورغم كده الرجل رجع واعتذر لكن الرجل لم يخطأ بأي شكل من الأشكال في حق أي نادي من الأندية الفرنسية ولا في حق أي منتخب من المنتخبات الفرنسية ولا في لحظة من اللحظات مثلا تم ضبطه بإساءة استغلال منصبه أو بكسره للقوانين أو بكسره لللوايح أو بعدم انتمائه واهتمامه بالدفاع عن حقوق الأندية الفرنسية في المسابقات الأوروبية وكل دي أمثلة ونماذج حصلت عندنا وحدث ولا حرج ولا حد تكلم ولا حد تحرك ولا حد فكر حتى يحسب مسؤول عن إهمال أو عن خطأ كان مقصود أو غير مقصود عشان كده بس أنا حبيت أوضح لكم الناس دي بتشتغل إزاي بتفكر إزاي وإحنا هنا برضو بنشتغل إزاي وبنفكر إزاي عندي كلام كتير على مركاته الأهلي وعندي كلام كتير على المطشات اللي جاية بداية من المطش المصري وبالتأكيد هيكون لنا وقفة مع الكرة العالمية بشرفني نهاردة فيه السادسة محل الكرة العالمية أحمد مصطفى نرحب به ونشكره طبعا بداية على مشاركته وجوده معنا مساء خير يا بحمد سيد نور يا أحمد ومفصول دائما أننا بابعا معك وإن شاء الله نقدم حرقة كبيرة إن شاء الله بإذن الله خليني بداية أبدأ مع الأهلي عبدنا مطش مهمة بكرة الجماهير بتتابع لحظة بلحظة سيناريو التعاقدات وملف التعاقدات الأهلي أعلن رسميا عندهم ثلاث صفقات خالد عبد الفتاح زهير أيمن سموحة كريستو جناح النجم الساحلي والنهاردة تم الإعلان عن مروان عطية لعب خط وسط الاتحاد السكندري كل الدول طبعا سابقا نصور الأهلي حاليا زي بتشوف الثلاث صفقات لا طبعا تدامات مهمة جدا أعتقد ناد الأهلي بحاجة لتدامات كان باين جدا في الفترة اللي فاتت أعتقد ناد الأهلي دعم المراكز المحتاجة ناد الأهلي داخل على كاس العلم الأندية ودي بطولة مهمة جدا ناد الأهلي أكيد بيدخل كل البطولات من ضمنها حتى كاس المندية بيبقى عايز ينافس على البطولة مش داخل زي تمثيل مشرف أو كده وبمجرد وصول ده عود جماهيره على كده دايما فناد الأهلي وأعتقد أنه برضو لسه في تدعبات تانية هنشوفها الفترة اللي جاية فلكن الثلاث صفقات أعتقد أنهلي كان محتاج مرة أنا أعتقد صفقة مهمة جدا لعيب بيقدر أديك في كذا مركز يديك حلول أنه ممكن يبقى بديل لعمر السورية لعيب بديل حتى لحمد فتحي بيقدر اتطور جدا من السنة اللي فاتت للسنة دي فأعتقد أنه صفقة مهمة جدا هتبقى أضافة كبيرة للنادي الأهلي سنه صغير جدا يعني تقدر تراني عليه في مستعبل خط نص نادي الأهلي العيب تطور جامد جدا من السنة اللي فاتت مع الاتحاد السكنداري للسنة دي شفنا بيتحس أنه العيب كده عنده ضغط مهم جدا في قلب الملعب وعنده ميزة دائما تحس أنه ممكن يديك الحرية لأنه يلعب دائما يكمل في الزيادة الهجومية وده كان لديه اللي مفتقده في غياب عمر السلية كنت دائما عندنا مشكلة أن عمر السلية ما بيغيب مع أنه لديه اللعيب دائما اللي بيكمل وراء المهاجمين فدي ميزة مهمة جدا في مرهون عطية طبعا كان الدور ده بدأ يقوم بي ديانج مع مستر كولر يعني فماتش امبي طبعا هدف عالمي فأعتقد أن الدور ده دي تعليمات مستر كولر فأعتقد أن أليو ديانج طبعا اتحرر جدا ومن أهم الركائز موجودة فيه النادي الأهل لفترة الأخيرة وطبعا صفقة خدع فتاح أعتقد أن هي صفقة اضطرارية لأن غياب طبعا أو إصابة أكرم توفيق وطبعا إصابة حتى كريم فوادي اللي هو كان البديل لي فخدع فتاح طبعا أنا شايف أن محمد هاني بيقدم مستوى كبير جدا في فترة الأخيرة بركز هاني يعني هاني بيحاول جدا يرجع والحقيقة أقدم مستوىات إلى حد كبير فكرتنا بهاني في فرموته العالية بالضبط لازم نشيد به طبعا طبعا ياخد حقه لازم لازم فالناس كريم الأوقات كريم بتنتقدوا لازم بيبقى كويس جدا لازم يديله حق خدع فتاح أعتقد برضو فيه منافسة مع محمد هاني لعيب كويس لعيب عنده سرعات لعيب عنده إمكانيات بيقدر يدفع كويس جدا فالعيب برضو نادل أهلي هيقدر يسد به غياب أكرم توفيق كريستو طبعا العيب اللي حتى مستوى الكورة قاله في المتابر الصحفي يعني محتاج جناح بيلعب برجل الشمال واعتقد هو كريستو هو اللي هيحلله اللغز ده ونتمنى أنه هو طبعا يبقى فيه توفيق والتوفيق أحيانا برضو بيبقى أهم جدا في الكورة أن أنت نادل أهلي أو مجلس زراطة الأهلي بيقدم الحلول بيقدم الصفقات لكن التوفيق طبعا بيقى في الملعب ليه معنى تانية ويمكن الصفقات بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى محيارة الواحد شوية أنت ما عندكش فرصة جبيرة يعني تدخل اللعيبة وتوصلهم لمرحلة معينة من الانسجام والتفاهم وأنهم ياخدوا فكر ميستر كولر يعني تتكلم على يعني أربع مطشوات بداية من مطشو بكر قبل ما تروح بيهم كسر عائلة والهدف بتاع الجمهور كله كسر عائلة من نهارد النهارده كله بيلعب على المركز التاني يعني فيوتشر بيلعب بيرامد والزمالك عام بمواتش كمان بيلعب على الاتحاد فبالتالي النهارده لعبة كراسي الموسيقية على المركز التاني اللي بيحتله فيوتشر مضبوط ورغم الأريحية أنك فارق شوية طبعا في النقاط لكن أنت برضو عندك ضغطة أنه اللعيبة دي محتاج تدخلها مطشوات ومحتاج تجربها عشان لما توصل كاس علام تبقى عارف شكل أو قوام الفريق الرئيسي تراهن على هذا؟ ولا ممكن يبقى مخاطرة كبيرة؟ ولا ممكن يبقى ريسك في أنك أنت تحرق لعيب أو يعني تضغط عليه وتحمله ضغوط زيادة عن طاقته؟ لا أبص هو مستر كولر أصلا يعني معودنا في بالفترة أنه هو بيعمل روتيشن في أغلب المباريات عشان يريح اللعيبة عشان هو مش عايز يبقى اللعيبة دائما تبقى مضغوطة فده شفنا لكن في آخر مبارتين هو ثبت التشكيل يعني سأبدأ يثبت تشكيل وده باين جدا حتى في مكسي بلاد الأهلي المهم جدا أمام نادي بيرامتس ودده دفعة كبيرة وبعدها كمان في وبرات أمبي ثبت تشكيل كان مهم جدا معاه لكن برضه هو عايز يروح كاس حامان دي هو مرتاح عايز يبقى برضه يحسم المواضيع كل لها من قبل كاس حامان دي بحيث بطرس الدوري بالنسبة له في مسافة كبيرة وفرق كبير جدا زي ما حدتك قلت يا أحمد أن فيه صراع كبير جدا في المركز الثاني فأأكيد أن معلش هيعطاله بعض تقريبا سواء نادي الزمالك أو حتى في يوتشر فأكيد ده كله في صالح نادي الأهلي طبعا نادي الأهلي بيكسب أعتقد أن من نفس اللي تحت خالص أو في المركز الثاني بتبقى سهلة جدا أن أنت تبدأ نادي الأهلي يروح كاس حامان دي بيئة ريحية كبيرة طبعا أنا شايف أن برضه حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم أن كهرباء أنا جاي لك في كهرباء لأن أنا قلت في بداية الحلقة النهاردة أنه يعني على ترانسفير ماركت أنه كهرباء انتهي يقافه بانتهاء تاريخ 11 يناي قضى فترة 6 شهور فترة الأخوة بالتالي من حق المشاركة إيه جديد كهرباء بالنسبة لك أحسن جديد كهرباء أن ميستر كورا بيراهن عليه فشايف أن الكهرباء إضافة كبيرة جدا نادي الأهلي أنت قلت برضه ما فيش وقت جدا أن اللعيبة تدخل أعتقد كهرباء مش محتاج وقت أنه يدخل فهيبقى العيبة عندك أوريدي موجود لكن ميزة أنه هو بس هيتأيد ويدخل وسط المجموعة اللي هو أصلا بالفترة في جديد علم كهرباء عن تحاد الكورا؟ ها كهرباء رسميا خاص للفيفا بعت تحاد الكورا قال لك كهرباء من حق أنه يشارك غدد ده رسميا خلاص كهرباء كان ممكن يلعب مباراة أنا بس بتكلم عن تحاد الكورا المصري يعني أن تحاد الكورا المصري بالضبط اتحاد الكورا المصري بعد حتى لنادي الأهلي كهرباء من حق أنه يشارك مع نادي الأهلي من حتى مباراة المصري لكن نادي الأهلي طبعا أعتقد أنه مش هيجازف خلاص اللعيبة المركزة والقايمة تقريبا خلاص سفرت برج العرب فلكن كهرباء إضافة كبيرة جدا لعيب كبير ولعيب عنده شخصية ولعيب عنده إمكانيات وهيبقى إضافة مهمة جدا وأعتقد من أهم الصفقات اللي أنا بشوف أنها صفقات ممكن تبقى صفقة يعني مش جديدة لكن أعتقد وجوده مع نادي الأهلي في كاسر عامل أندية هيبقى مهم جدا وهيبقى حل كبير قوي لميستر كولر لأنه ممكن كهرباء يديره حل حتى في مركز المهاجم مش هيلعب حتى كاجناع شفناه في أوقات كتيرة لعب حتى مع منتخب مصر كمهاجم وشفناه حتى في مبرات المغرب مع منتخب مصر أحرص فيها هدف فكهرباء أنا شايف أنه من ضمن اللعيبة اللي هتبقى مكسب كبيرة جدا للنادي الأهلي بلسان حل الجمهور أقولك أنها يعني لو لاي أن أنا أتكلم باسم جمهور نادي الأهلي صفقات إلى حد كبير مرضية صفقات إلى حد كبير أعتقد هتكون إضافة للسكواد لكن بالنسبة للجمهور الصفقة الأهم لم تتم الصفقة الأهم هي صفقة المهاجم وكله فيه انتظار أن يعلن النادي الأهلي عن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد أنا عرف أنه فيه ملفات كتيرة جدا مفتوحة وأنتوا أكيد بتتبعوا وسمعتوا أسماء كتير منها أسماء صحيحة ومنها أسماء صحيحة لكن في حدود المعلومات اللي عندي أنا مش أقول أسماء طبعا لكن هم أربع لعابين مطروحين بعد موافقة ميستر كولر على الأسماء دي أو أنه البروفايل ده هو ده اللي بيدور عليه ميستر كولر بنتكلم في أربع ملفات مطروحة عن نادي الأهلي شايف صفقة المهاجم زي اللي بدأت برغبة الأهلي في عزيزي عقوب ولكن طبعا الصفقة ما تمتش في النهاية طبعا نازل نشيد برضو بدرات نادي الأهلي في قرار إلغاء صفقة طبعا نازل نشيد بأن نادي الأهلي أخذ قرار في وقت أنه محتاج مهاجم فعلا لكن بعد الكشف الطبي فنادي الأهلي ليس مجال لتخش ريزق في مبلغ كبير إذا كانت دفع في عزيزي عقوب طبعا فأعتقد نازل نشيد بمجلس درات نادي الأهلي ودكتور رحمد أبو عابلة طبعا في موضوع الكشف الطبي في قرار حتى أنهما ما يكملوش اثناء صفقة عقوب لكن نادي الأهلي هم صفقة زي أبو أحمد أنت بتقول هي صفقة المهاجم لنادي الأهلي بيوصل كتير أحيانا للمرمى لكن الحاجات دي كلما بترجمش نادي الأهلي المفروض الطبيعي أن أنت عندك مهاجم من أنصف الفرص لازم يحرز أهداف دي مشكلة وده حتى مصر قل قرار وقال لك أنا لعبت حتى محمد شريف يعني ما أقنعهوش بنسبة 100% شدي حسين ما أقنعهوش نسبة حسام حسن نهاردة سجل هدفين مع اسموح؟ مكسب سواء كسبهم يا مشربين خد بالك أنه دايما كلمة الفانيلا جماعة أي لاعب في الدنيا بيتنقل من أي نادي برا مصر أو جوا مصر مع كامل احترامه التأدير للنادي الأهلي بيتعرض لكم كبير جدا من الضغوط في أوقات كتير جدا لعيبة بيأثر ده على مستوها معنويا وبدنيا وفنيا وبالتالي مش كل كواليتي أو مش كل العيب كويس ممكن يجي البس تيشرت الحمرة أو فانيلا الحمرة يتقلق ويكسر الدنيا يعني فيه أوقات كتير جدا صح طبعا فيه العيبة بيصدرش وده مش تأهلين من إمكانيات حسام لأنه حسام حسن واحد من يعني ما تقدرش تنكر أن واحد من المهاجمين الجايدين أو واحد من المهاجمين اللي لازم تحطوهم في أفضل خمسة مثلا لما تيجي تكلم عن المهاجمين لو كان هدف الدوري المصري وهو جاي ند أهلي لكن زي ما أنت قلت أحمد لو فعلا تشرت للأهلي أحيانا بيدي لعيب أو ضغط كبير جدا على لعيبة معالفين طيب خلينا اسمع الجديد عندك وشايف إزاي بصلة الأهلي رايحة في مفاوضات المهاجم بس اسمحني نروح لفصل ونرجع نكمل كلامك مرة تانية معاكم في السادسة بس زاد علينا ديف جديد بينضمننا ده طبعا فاروق أصام محل الكورة العالمية مساء الخير يا فاروق أهلا وسهلا بيك مساء الخير يا أحمد أهلا بيك ومفسوط دائما أن أنا معاكم هذا وقد قررنا خصم ثلاث نقاط وهبوطه لدوري درجة تانية دي فرصة نور الدنيا فاروق أهلا بيك أهلا بيك أهلا الحمد لله أزال فاروق أتكلم على مركاته الأهلي يمكن دردش أنا وأحمد شوية قبل ما أنت توصل عايز أعرف شايف إزاي مطشاط الأهلي اللي جاية ودخول الصفقات الجديدة فيها بداية من مطش المصري بقر طبعا شايف أن مركاته الأهلي واضح أنه فيه دراسة للصفقات بشكل جيد ما فيهش استعجال ما فيهش مانك موجود لدى المسؤولين في النادي الأهلي أنه هو تعاقد لمجرد التعاقد فيه الجهاز الطبي تدخل وقال رأيه في صفقة يعقوب وشفنا الانصياع التام من الإدارة للقرار الطبي لأنه في الأول وفي الأخر هو طبيب النادي الأهلي هو المتحمل المسؤولية وخلاص لعب لم يوفق في الكشف الطبي تم التغاضي عنه ودراسة ترشيحات أخرى منتظرة في النادي الأهلي وجوم النادي الأهلي دخول اللعيبة في الجديدة في الفترة اللي جاي أعتقد أنه هم أمام فرصة ذهبية خصوصا أنه نحن داخلين على المونديال والمونديال فرصة كله جاي سنة سنة طبعا أخذ بالك أعتقد واحدة من أهم أوراق الأهلي في التفاوض مع أي اسم النهاردة أنك أنت رايح تلعب مونديال على طول أول حاجة كده يلا مونديال أي نادي هيتحلج الفرصة أن أنت تروح من أول شهر تلعب كاس العالم للأندية يعني النادي الأهلي ودي مميزات النادي الأهلي في التفاوض وحتى النادي الأهلي حاليا أعتقد أنه هو ارتقى خلاص في اللعيبة وبدأ يفاوض لعيبة في أوروبا ولعيبة في أوروبا بتفضلوا على أندية أتسلم على نادي مش راح يشارك في مونديال أول مرة ده يعني من المسلمين ثلاثة واخد اتنين ميداليا برونزية بصبب؟ وهو تاني أكتر نادي على مستوى الكل الأرضية مشاركتهم في بطولة كاس العالم فبالتالي بتهالي حلمه وطموح عند أي لعب أن يلعب البطولة زي كده طبعا طبعا وبعدين البطولة احتكاك بالعالم كله والعالم كله بيتفرج عليك فأعتقد أن النادي الهدي نعم لها قبل كده مع الريال يعني هل في نسخة من الأهل يشارك فيها كان فيها ريال مدريد الريال مكانش موجود لعيب خالص تعال لنا بقى نتمنى الأهل يروح لبيت يعني إن شاء الله مازناك أمام مع بقية الصفقات إن شاء الله ومع الخبرات اللي موجودة خدوا بالكم الجيل ده يعني لعب كاس عالم ولعب مع الكبار وكسب أندية كبيرة بحجم الهلال وبحجم بالبراس فبالتالي مفيش رهبت إنه إحنا رحي نلعب في بطولة كاس عالم مع صفقات والتدائمات مع وجود مستر كولر مع البداية الكويسة في الموسم ده والراحة السلبية كلها حاجات تقدر تبني عليها فإنك إن شاء الله بإذن الله تقدر تروح لبعيد في النسخة اللي جاية من بطولة كاس العالم المصري بكرة ماتشه صعب أحمد ماتشه صعب جدا طبعا من المتشهات الأهلي والنادي المصري دائما صعبة الزاد عليها طبعا وجود كابتر حسام حسن على رأس الجهاز الفاني النادي المصري بيدي اللعبة طبعا حماس وننشوف النادي المصري أكيد مندفع تماما في بداية اللقاء فالنادي الأهلي لازم يستغل أو يمتص حماس لعبة المصري لأن كابتر حسام حسن دي طريقة لعبه دائما سيناريو أقرب لماتش بيرامدز والسيناريو أقرب لماتش أمبي أعتقد لا سيناريو لماتش بيرامدز ولا لماتش أمبي سيناريو ثالث سنة الثالث خالص لأن طارية لعب المصري مع كابتر حسام حسن مختلفة هم دائما بينزلوا من بداية اللقاء ضغطين نادي برامدس ونادي أمبي أعتقد نادي الأهلم كان هو اللي دائما ضغط ولي كان مستحوز فلكن نادي المصري أعتقد هينزل بداية اللقاء ضغط وهنشوف النادي الأهلي هنا استغلال أعتقد الهجمات المرتدة وسرعات محمد شريف في وجود أحمد عبدالقادر نادي الأهلي على فكرة بقاله من أول مباراة مباراة صغار طارية اللعب يعني ديها حاجة مهمة جدا وشفنا نجح بتلات لعبة جديدة مستر كل الأهوم الجند لأهلي كان بلاعبة 4-2-3-1 من بداية من مطش برامدس صغير تتلعب بلاعبة 4-3-3 وشفنا أنه هو بيخلي محمد مجد أفشا بيتحول من لعب 8 للاعب مواجم ثاني وده شفنا في هدف أمبي الأولاني محمد مجد أفشا بالتمرير اللي هو قال حتى عنها في المؤتمر الصحفي احنا بتمرين عليها محمد مجد أفشا بيتحرك ما بين الخطوط ما بين المساكين وبيقدر يستغل يختارك يختارك لأنه مهاجم وهمي فطبعا بيسحب محمد شريف بيسحب حتى المدافعين وشوف محمد مجد أفشا بالمهارة وده أعتقد اللي يحصل في الوقت المصري عندهم نقطة ضعفة مهمة جدا في خط الدفاع أنا حاجتين عايز أتكلم عليهم في مباراة المصري تحديدا لأن العارف الوقت مش ملكينا فمش صالحنا أرضية الملعب أول حاجة أنا ما كنتش معجب تماما بأرضية ملعب أستاذ المولين في المباراة اللي فاتت ضد أمبي وبنشوف الإصابات الكتير للعابة النادي الأهلي كم أرضية ملعب أو كم أرضية أستاذ هنا تقدر تقول عليها هو واحد ونرجع نقول الإصابات اللي بتحدث لعابة النادي الأهلي إيه سببها ما هو اللعب لما بيلعب مباراة كتير مش هنتكلم بقى عن التدريبات حتى ناس ظلمت ملعب مختار التيتشو وتكلموا لا هو اللعب هو موسم كامل انت بتلعب في أكتر من ملعب ملعب زي الأستاذ المولين ما كانش مناسب للعيبة حتى ملعب بورج العرب ما عجبنيش في مباراة المصري والاتحاد وشايف برضو الأرضية مش أحسن حاجة الحاجة التانية هو طاقم التحكيم شفنا كلاتنبرج لما خرج تكلم على لقطة ياسر إبراهيم ولمسة اليد حكم الفار مقتنع تماما أن هي لمسة يد وطلب من الحكم لولا أن الحكم كان حكم دولي وهو بقيمة الكابتن البنة تدخل وقال لا يا الله طب ما فيهاش راكل الجزاء لكن شفنا بعد كده لما سمعنا لتعليق حكم الفار هو بيقول له لا ده واضح أن هي راكل الجزاء إيده بره جسمه رغم كده كلاتنبرج والبنة اتفقوا مع قرارة أن هي مش راكل الجزاء فلازم برضو أطقم التحكيم حتى مش شرط حكم السحي يكون هو المتحكم حتى في غرفة الفار لازم يتم انتقاء أطقم تحكيم جيدة للمغاردنا ونتمنى كمان أن حكمنا يجي لهم حكم كبار من بره يعني مثلا مثلا عن سبيل مثال في بعض الأندية النهاردة ومنهم الأهلي ومنهم الزمالك ومنهم بيراميدز بيفكروا في بعض المطشاط في استقدام حكم أجانب طب يعني ليه وغاليما بيبقوا يعني مطلوب مثلا يبقوا حكام معرفين أو حكام دوليين أو حكام خضوا مسابقات كبيرة ليه ما نستفدش بوجودهم هنا في مصر وتحكمهم الموحدة بمطشاط الدولي إنه يبقى فيه زي ورشة عمل ووركشوب كده محضرة مدة ساعتين تلاتة يتسائلوا فيها يقولهم إيه أكتر الحالات اللي بتثير جدل يتناقش تفرض عليها الحالات بتاعت الدولي لمصر يقولوا عراقهم فيهم تهي ده يساهم بشكل من أشكات في تطوير مهم جدا لأنه هو في الأول في الأخر هو قرار الحكم بناء على كرة أولا لمست يد لكن هل هي مقصودة ولا مش مقصودة دار بيرجع للحكم دار بيرجع للحكم فهو الحكم كل واحد ليه تأديره الشخصي لكن هو فيه حاجة في الكرة فيه قوانين متعرف عليها الكرة اليد مثلا زودت الجسم ولا لأ كابتن البن قال لأ وكلاتنبرج أول لاطة من أول ما شفوها لأنهم حكام كبار وعندهم خبرة كبيرة وتمنى ده يتغير في المباراة الجاية عايزة روح معاكم لمركات أوروبا لأنه يبدو كده أنه المركاته سخنة جدا بس قبل مركاته أوروبا أنا معرفش ده يتحسب إيه يعني بعد صفقة رونالدو والنصر في كلامي أنه الهلال بيتفاوض مع كنت بكلم مع أحمد في الفاصل أنه الهلال بيتفاوض مع عليها ميسي أنا سمعت إيدن هازل وسمعت نجولو كانتي وسمعت راموس وسمعت كوادرادو أنه رونالدو شخصيا نكلم كوادرادو عشان يلعب للنصر فهل الدوري السعودي هي بواحد من الدوريات الستة الكبرى في السنوات اللي جاية وإيه قصة ميسي والهلال ده في حتى تصريح لتشاف من شوية كده في المؤتمر الصحفي هو حتى في السعودية عشان مباراة السوبر قال أنا بقى أدرونالدو أنه هو هيتفاجئ بمدى التنافسية في الدوري السعودي الفترة اللي جاية وقلنا حتى عشان الملف اللي موجود للسعودية في كاس العالم في 2030 هيكون في عدد كبير من النجوم اللي بتنضم للدوري السعودي وزي ما قلت لك أحمد الإسبوع اللي فات أن طالما كريستيانو نضم للنصر جماهير الهلال وإدارة نادي الهلال مش هتسكت على صفقة كريستيانو رونالدو هترد بنجم كبير وزي ما قلت لك توقع أن يكون فيه مفاوضات مع ليونال ميسي ممكن ليونال ميسي خصوصا أنه هو بعد حصول على كاس العالم يكون شوية خلاص ألس طب لمسيرته في أوروبا ويبدأ يفكر في العروض ويفكر بقى في العرض اللي هو هيأمله بعد كده مسيرته بعد كرة القدر يفكر يأمن يعني تشوفني كريستيانو رونالدو بيأمن عاوش بيأمن إيه بالظبط طيب المريكات والأوروبي يعني صفقتين يمكن أنا أعلنت عنهم مبالح والنهاردة يمكن يكونوا صفقتين الأهم لكن فيه أسماء تانية يمكن مازالت على الرادار كلام طبعا على الجوافليكس يمكن تكون غريبة جدا غريبة جدا غريبة أنك تروح من الدولة الأسباني للدولة الإنجليزية ولا غريبة أنك تروح من قتلتكو مدريد للشيلسي غريبة أنه كان في بداية الموسم كان فيه كزا نادي عايز من بدون منشستر وهم قتلتكو مدريد للش يسيبه غريبة أنه هما سابوه بالسهولة دي يعني الغريبة في الصفقة أنه أنت تسابت بسهولة جدا للشيلسي طبعا الطبيعي أنه هو يمشي قتلتكو مدريد أنا شايف أنه هو وجريزمون أعتقد أنه هما أكبر من أجلتكو مدريد بالكتير لعيبة أكبر لعيبة عندهم كانياته عندها طموح فأعتقد أنه هما يروحوا نادي بحق بطولات زي تشيلسي أو حتى منشستر أو حتى أنديها لها اسم كبير ما احترمنا طبعا لكتلتكو مدريد لكن صفقة جوهة طبعا أعتقد مهمة جدا للادي تشيلسي وهتبقى مهمة جدا في أنهما حتى يرجعوا للتنافس على بطولة الدورة الإنجليزية أنه أعتقد أنهما يعني مستوى تشيلسي يعني ما كناش متوقعين بالصفقات الكبيرة أعتقد أكبر أكثر نادي صرف في الموسم الثلاثة الصيفة هو ده تشيلسي برغم كده شفنا المستوى السائي بتاعه في الدورة ويعاني ومزال يعاني جدا صرف 360 من ساعد المالك الجديد لما جامس تشيلسي صرف 360 مليون على صفقات بوصن لا تلاقي فيه صفقات كتير كلها صغرات حتى كلبالي جابوه من نابولي صغر كبيرة ده واحد من الملفات اللي احنا بنحضره ويمكن يكون مرتبط بشكل أو بآخر النهاردة بفكرة الاستحوازات وإحنا نتكلم فيها ملف الاستحوازات تحديدا في الدورة الإنجليزية وإزاي الاستحوازات الخارجية أثرت على شكل الخريطة التنافسية في الدورة الإنجليزية ده ممكن يكون حصل عندنا بس بشكل أنا آسف بلدي شوية حصل عندنا في الدورة المصري فكرة دخول الاستثمار في صناعة أو في بيزنس كورة القدم إزاي ده أثر على شكله خريطة الدورة وإزاي أدى أنه فيه أندية زهبت ولم تعد وإزاي فيه أندية ظهرت على الخريطة وبقت بتنافس بقوة جدا حتى لو ما حقيتش ألقاب لكن على الأقل قادرة تنافس الفرق الكبير طيب غير صفقة جوعه فليكس فيه كلام على إيدن هازرد؟ أو إيدن هازرد كلام كله سلبي يعني كلام سلبي على إيدن هازرد لأن ما اعتقدش أن فيه نادي بناء على المستوى اللي بيقدمه إيدن هازرد أنا سامع أن شفناه مستوى أصلاً اللي بيقدمه إيدن هازرد أرسنال مهتم جداً بإيدن هازرد ما اعتقدش أن أرتيتها هيغامر المنظومة الجماعية اللي هو عملها في أرسنال ما اعتقدش أنه هو هيفرض عليها نجم زي بإسم وحجم إيدن هازرد خصوصاً إن إيدن هازرد حالياً بيعيش يعني أسوأ فترات مسيرته يمكن لو اتكلمنا على الصفقات اللي في البريمير اللي يجي أنا شايف نادي تشيلسي داخل في إنزو فرنانديز وده واحد من أهم العيبة اللي كانت موجودة في كاس العالم الأخير وهو خد جائزة أفضل لعب صعد في كاس العالم عرضوا تسعين مليون يورو على نادي بنفيكا ونادي بنفيكا رفض الواحد من أفضل عنديها زي ما أنت قلت بل كده أحمد نادي بنفيكا واحد من أفضل عنديها اللي بتصدر موايا بالأوروبا رفضوا تسعين مليون لأنهم عارفين أنه هو في الصيف هيجيب مئة وعشرين وأكتر من مئة وعشرين وفيه فرقة تانية هتدخل فيه نادي تشيلسي احتمال يرفع عرضه المئة مليون فترة اللي جاية وممكن يحاول ياخده في المتقالة الشيطائية افتكروا الاسم ده كويس جدا أنا شخصيا أراهن عليه أنه يبقى واحد من نجوم الكرة في أوروبا فيه خلال موسم أو اتنين بالكتير ويرجع أمجاد عند ريت شابتشانكو أو شابتشانكو الرهيب في الميلا الأوكراني ميكايلو بيتروبيتش معدرك لعيب على أعلى مستوى الحقيقة وفيه حالة صراع كبيرة جدا من أكبر عن دافي وهو حالان بيلعب في شختار هو نجم شختار الأوكراني ونجم أعتقد يمكن يكون أهم لعيب فيه الكرة الأوكرانية لكن يروح فين يمكن أحمد أو فاروق يكون عندهم معلومة سمعنا عن اهتمام عندها كبيرة جدا بمودرك وسمعنا عن رغبة عندها كبيرة في التعقد معاه هل فيه جديد في الملف ده يعني أعتقد أن بص في طول فترة الثلاثة اللي شتوية ده بيقى فيه مفوضات كتيرة جدا وتلاقي مثلا يعني نادي زي تشيلسي مثلا ممكن يكون عايز أنزو فرنديزي في الآخر تليلي تليق خالص فموضوع حسب الصفقة ده أعتقد أنه ممكن ما بتحسيمش حتى بناء عن وكيل لعبين أنت شفت مودرك شفت أه مودرك يمكن تشيفا تشيفا تكلم أنه هو قال أنا كان يتمنى نادي ميلان يتعقد معاه لكن بسبب الظروف المالية اللي موجودة في إيطاليا قال أنه ما فيش نادي حاليا في إيطاليا يقدر يتعقد معاه فيه ناديين أقرب لمدرك نادي أرسنال بيرقبه من الصيف الفات وكان قريب جدا متعقد معه من الصيف الفات لكن عشان كان محتاج أنه هو يثبت نفسه أكتر فسابه لحد الشتاء دلوقتي نادي تشيلسي دخل على خط المفاوضات سعر وصل 100 مليون فيه مضاربة في السعر واحتمال يوصل أكتر من كده لأنه لعب بيمتلك إمكانياته مهارة فائقة ممتع وناس كتير جدا بتقرنوا يعني بعد صفقة جواب فليكس كان المقارنة دايما بين جواب فليكس سجل ثلاث عداف في دور المجموعات درجة الله خلينا نتكلم بقى على قصة الاستحوازات ويمكن خريطة الكرة لما تبص عليها في إنجلترا تلاقي إنه الدنيا تشقلبت في العشر أو خمشة عام السنة اللي فاتت الدية كبيرة جدا تراجعت ومنهم اللي ساب أساسا البريمير ليج ونزل الشامبينشيب ومنهم اللي راح ليجوان وندية تانية ظهرت على الساحة وبقت دايما على أقل اللي بتنفس على منصات أو على الألقاب والبطولات ومش بس على مستوى الدولة الإنجليزية بكلمكم عن نادي بحجم شلسي بكلمكم عن نادي بحجم المان سيتي الاندية دي يمكن من عشرين سنة فاتت ما كاتش من اندية القمة نادي زي اليونايتد اللي كان مسيطر على كل البطولات الإنجليزية تراجعوا في محاولة يائسة للعودة من جديد كل ده يمكن مرتفع بشكل كبير جدا بخريطة الاستثمارات والاستحوازات اللي حصلت على الأندية الإنجليزية نشوف الانفو جراف ده ونرجع نكمل كلام ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى رأس المال المصري بيراهن على الدوري الإنجليزي يعني انت تتكلم على سلعة في انها برودوكت ليه تقل وليه وزن ومتتكلم على استثمارات من كل حتى في العالم بتراهن على قوة الدوري الإنجليزي فيه تجارب طبعا فيه استثمار كلي أو تجارب استحواز كلية وفيه استحواز جزئي وفيه تجارب نجحة يعني لو بصنا على أولايات المتحدة الأمريكية بما أنها صاحبة تصيب الأسد من الاستحوازات في الدوري الإنجليزي هتلاقينوا تجربة مثلا زي تجربة ليفربول نجحت بشكل كبير والفريق حقق بطلات وألقاب شامبيونز ليج وبريمير ليج لكن على مستوى مثلا نادي كبير زي نادي اليونايتد نادي كل تاريخ وألقاب عظيمة جدا ما كانتش نجحة بشكل كبير استحواز المصري بالمناسبة لم يعرفش في فريق أو في نادي أسن فيلا الإنجليزي بنسبة طبعا 50% إزاي غيرت خريطة الاستحوازات دي يعني في رأيكم على شكل وعلى طبيعة المنافسة وعلى قدرات الأندية صعودا وهبوطا فاروق خلينا نقول أنه حتى يعني من يومين بس هيبقى فيه 20% هيتضافه على الانفوغرافة أعتقد أنه ممكن نضيفه قريب قوي وهو صندوق الاستثمار القطري ومعنى دخول صندوق الاستثمار القطري الدوري الإنجليزي معنى أنه فيه مشروع كبير قادم داخل النادي إيه؟ هو داخل النادي تاتنم وما أعتقدش أنه بعد هكذا عندنا مصر أستن فيلا الإمارات صندوق أبوظابي في السيتي فيه كلام أنه صندوق دبي كمان داخل منشستر يناتد لأن منشستر يناتد الجليزرز أعلنوا خلاص بشكل رسمي وكمان مجموعة الملكة النادي ليفربول أعلنوا بشكل رسمي ترحبهم بوجود عروض فالفترة اللي جاء فيه 3 أندية احتمال يكون فيهم استثمارات وهو نادي تاتنم وعندنا نيو كسل الاستثمار طبعا سندق للأستثمار السعودي فأحنا بنتكلم فينادي ما عندنا فولة مزمين ولفايد طبعا فالاستثمار في الدور الإنجليز مشاجع جدا لأن إحنا بنتكلم أن آخر فرقة في الدور الإنجليزي بتحقق أرباح أكتر من الفرقة اللي بتاخد الدور الإيطالي فأحنا بنتكلم على دور عائدات موجودة لو أنت بتعمل استثمار رياضي فمشروع رياضي ناجح جدا العالم كله بتفرج عليك لو بتفكر في استثمار تحقق منه عائدات فهو برضو استثمار ناجح لأنه بنشوف مشروع مانشست نايت يتبقى لهم عشر سنين ما بياخدوش بطولات رغم كده الجليزرز واحد من أنجح من أكثر الملاك الأندية في الدور الإنجليزي تربوحا من الأندية فاحنا بنتكلم من الدور الإنجليزي طبعا جاذب الاستثمار كان كايب يعني بجد ولا كان دوري كايب يبعث على الكايبة وما كانش حد بيتابعه في وقت كان الدوري الإيطالي هو في الصدارة الدوري الأسباني الدوري الألماني كل دول كانوا سابقين الدوري الإنجليزي بمراح ما كانش في كورة ما كانش في نجوم ما كانش في ملاعب ما كانش في متعة جماهير عمف وخروج على النص وحوادث 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 جرائم وحاجة صعبة جدا اتحول لتابلو فني العالم كله الحقيقة بيتابعه والعالم كله متفق على أنه هو أفضل مسابقة كرة قدم على مستوى الدوريات العالم كله صح ولا ايه كلام ده؟ نا لا صح طبعا نجوم حتى كمان بيتروح على الدوري الإنجليزي دلوقتي بيتحافظ تروح عليه الدوري الإنجليزي بسهولة جدا لأنه هو دوري أعتقد هو يعني شوفنا أن منتخب حتى الإنجليزي في كاس العالم يعني أعتقد كل المنتخب من في الدوري الإنجليزي الناس اشتغلت أصدقائيا يعني الناس اتعاملت مع الموضوع بخطة على فكرة قصيرة المدى ما تتقالش عليها بعيدة المدى تتكلم في خلال ايه؟ 15-20 سنة سحب البوساط من كل حاجة حواليه كلم على الحضور الجماهيري الأصوار اتشالت الملاعب اتزبطت الإضاءة والكواليتي البس التليفزيوني الدعاية والماركتينج التسهيلات اللي قدمتها الدولة القوانين اللي بتحكم المنظومة كل ده نعل البطولة حاجة مهمة جدا مشجعة على استثمار في انجلترا تحديدا انه القرار بيد الاندية مش بيد اي حد تاني لما حصل الانفصال في 92 وتم انشاء ربطة الدوري الانجليزي اتملكتها الاندية وبقت الاندية صحبة قراراتها فانا كمستثمر جاي انا عارف كويس بنسبة 100% ان القرار هيكون فصالحي لانه هو قرار في الاول فريق نابع من الاندية ومصلحة الاندية فده بيشجع اكتر على استثمار حاجة تاني برضو مهمة جدا بخصوص دوري الانجليزي اللي بيدل ان هو اللي بيقود حاليا يمكن النهاردة قريد خبر انه في الموسم الجديد من دوري الانجليزي بمناسبة بقى الابتكاراته دايما احنا بنقول تطوير كرة القدم هيضيفه تغيير جديد وهو تغيير مؤقت لأول مرة بيتم دراسة التغيير المؤقت على شاكلة بقى كرة السلة وكرة الطائرة وهو هيتم للعب اللي بيتعرض لارتطام في الرأس حرصا من الاجهزة الطبية يعني يطلع وينزل تاني يطلع ويتم علاجه بشكل دقيق اعتقد حصل في كسر عالم الموضوع ده مع ماتش كرواتيا تقريبا بالزبط وهيتم اعتماده في انجلترا من الموسم الجديد خرج الناس كلها استغربت ساعتها في ماتش كرواتيا ان حصل تغيير كان الكرواتيا عملت تقريبا ست تغييرات فحصل تغيير اخير كان خروج كان خروج حد في اللعب من المتخب الكرواتيا ساعتها فاعطاق كان بسبب قالوا بسبب الوقت خبط في الناغو فده تعريبا هو نعرف ان في تغيير زيادة حصل في ماتش فرنسا نتيجة اصابة لعب في الشوت الاضافي فسمح لهم بتغيير زيادة هو ربيو كمان فربيو حصل برضو اصاب في الناغو ما هو كرواتيا وماتش فرنسا لكن اللي بيقوله فاروق انه تغيير موقت هينزل لعب في الملعب وهيلعب ويرطلع تاني وينزل لعب لانه ما يكونش فيه استعجال للحكم على اللعب انه هو اتصبت بارتجاج او لا لانه لو هو في الملعب يبقى فيه استعجال شوية وممكن لعب عشان عايز ينزل فبينزل وهو عنده ارتجاج او عنده مشاكل لكن بعد كده هيخرج الجهاز الطبي يفحصه بشكل دقيق جدا ليتأكد انه هو ما عندهش اي مشكلة على مستوى الرأس وبعد كده يرجع تاني يرعب في الملعب اخدكم بقى الاخر ملفاتنا النهاردة ملفات الفرق المنافسة لنا في بطولة دوري الابطال سانداونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني نبدأ كده نبتدي بسانداونز بما انه المنافس يعني الاقوى والابرز وخلينا ناخد ترتيبه وارقامه واسماء اخطر لعبي ابتدي مع احمد سانداونز هو متصدر الدوري الجرب افريقي طبعا اعتقد هو زي من دولت احمد ان سانداونز هو اقوى منافس للنادي الاهلي فيه المجموعته سانداونز عنده طبعا اغلب اللعيبة ده يحلق منفردا ده 37 نقطة وراء سوكور سورت يونايتد 27 نقطة وبعد كده ليتشوز ملاحظ ان الدوري ما عندهمش ولا مواجل ما فيش مواجلاته خمس عشرات كله وعايزين نقول كمان ان على فكرة سانداونز قمته التسويه بعد النادي الاهلي يعني التلعيب اغلب اللعيبة وهم لسه جايبين لعيب اسمه مارسيلو اللعيب ده جايبينه من شيلي لعيب جنسيتو تشيل لعيب جايبينه برقم كبير جدا 2.5 مليون يورف اعتقد ان هم بيدفاعوا مبالغ كبيرة في اللعيبة واعتقد ان هم بيدفاعوا مبالغ كبيرة في اللعيبة واعتقد ان هم بيعني سانداونز حطين الفرقة بتاعتهم في ان هم لا بيلعبوا عايزين ياخدوا بطولة افريقيا تاني واعتقد ان سانداونز كمجموعة او كلعيبة شايف ان هي اقوى واقرب في الصعود مع النادي الاهلي في مجموعته وزي تقريبا القام اغلبه اللي هو كان معناه الاهلي السهل اللي فاتت واللي قابلين خلينا نقول بس ان حضراتكم شايفينه المباراة دي ده يعني لقطات او ملخص من مطش سانداونز الاخير في الدوري الجنوب افريقي في مواجهة تشيبا يونايتد والمباراة دي انتهت لصالح سانداونز بنتيجة 2 واحد هو في رقم ملفت في جدول الترتيب انا خدت بالي منه مسجلين 30 هدف وداخل فيهم خمس اهداف بس شايف احمد بص حالة الهجوم كام واحد ملتواجد جوه منطات الجزاء ايه ودي حاجة باينة جدا على زي مع فاروق قال انه هو كوة الهجومات بتاعتهم كبيرة جدا متواجدين بص كام لعب في منطات الجزاء في حالة الهجوم فهما بنفس الخطورة بتاعتهم اعتقد بس خلينا نقول برضو انه واضح انه الفوارق بينهم وبين الاندية اللي بتنافس معاهم يعني حتى الاندية الكبيرة زي اللي احنا نعرف يعني انها كبيرة زي كايزر شيفز وورلاندو بايرت يبدو ان فيه تراجع في مستويهم يعني حتى في القائمة اللي معنا كايزر شيفز في المركز الرابع كيب تاون سيتي معرفة حتى لما شوفنا النهائي لاندو بايرت في المركز الثامن النهائي لما كايزر شيفز قبل نادي الاهلي كان فيه فرق كبير جدا في المستوى ما بين الاهلي وكايزر شيفز عكس المبارات تستوى بي dura الفوارق كبيرة بينه بين المصادمون نفس المحلية يعني برضو مش هتكون خادعة قوي وإن كان طبعا فريق لي احترامه أنا بشوفه من أخطر الفرق اللي بتلعب كرة على مستوى قراءة بشوف أن سان دون زنداد الأعلي بيكسب سان دون زنداد بيأخذ بطورة أفراكة أنا شايف أن من أفضل الفرق اللي موجودة في بطورة أفراكة كلها شايف أن فريق بيع فرعب كرة العيبة أغلبها طريبا القام هو زي ما هو بس زادوا عليه العيبة فأعتقد هما بعملوا تدعمات وما بعملوش صفقات كتيرة أعتقد في يناير ما جاء مش لعبة خالص أرقام اللعبة بتاعتهم أو الأكتر خطورة أو الأكتر صناعة وتأثيرا يا فاروق طبعا بنتكلم على سيرينو موجود في صناعة اللعب لكن هو غائب عن قائمة التهديف يمكن بيتر تشوليلي طبعا الهداف بتاعهم ستة هداف وبعد كده موليلا خمس أهداف فإحنا بنتكلم إنها فعلا نفس الأسماء اللي وجهت النادي الأهلي في كل بطولة هم دايما بيروحوا للعيبة أمريكا الجنوبية لأنهم مناسبين أكتر لطريقة لعبهم الاعتماد دايما على الكورة بس كسية إسماعيلولا وشالويل يمكن الاتنين يكونوا القوة ضربة لاتتكلم على الاتنين لعيبة مسجلين 11 هدف فبالتالي يمكن يكونوا أخطر لعيبة موجودة فليسا مرسلوا ليندي هو اللي هو آخر لعب ده هو لسه جايبينه من تشيلي ده الأليندي ده الصفقة الجديدة الصفقة الجديدة جايبينه في الصيف تشيلي الرايد باك عندهم برضو مميز جدا هو الأكتر صناعة للأهداف تابل ومورينا ده الباك رايد بتاعهم هو أكتر لعب عمل أسستات بخمسة حتى جسون سيريني جاي في المركز الثاني مكرر أو الثالث يعني ممكن نلاحظ أن دايما الأسماء كتير اللي بتسجل والأسماء كتير اللي بتصنع فده دليل أنه نادي نادي جماعة بيلعب الكورة الجماعية أكتر وعنده في الهجوم أكتر من سلاعة يعني باستثناء سيريني لكن شاليويل وهاشم دومينجو ومايلولا التلاتة برضو موجودين في قائمة الهدفين فبالتالي ده تقول أنه عناصر كتير خطورة كتير أو ستة عناصر موجودة في فريق سان داونز وبناسبة لانتقالات المسؤولين في الهلال السوداني كانوا بيتكلموا برضو من الأخبار الجديدة يعني أن هما في طريقهم للتعاقد مع ثلاث صفقات محترفين أجانب استعدادا طبعا لبطولة دولي الأبطال يعني ما تقالش الأسماء لكن تقال أن هما محترفين أجانب وكلهم بيلعبوا دوليين في المنتخبات بتاعتهم فبرضو في إطار دعم الهلال السوداني اللي هيكون منافس دينا والهلال تعرفين طبعا يعني دايما بصرف النظر عن أنه يمكن ما بينفس للأمطار الأخيرة ولكن فريق دايما صعب كرته صعب وملعبه صعب وهو متصدر الدوري السوداني بفريق خمسة بونت عن المريخ طبعا هناك المنافسة دايما بين الهلال والمريخ لكن الهلال دايما متفوق دايما حتى متفوق تاريخيا ومتفوق طبعا هناك فأعتقد بوراته ناد الأهلي مع الهلال بعد التدامات اللي احنا ما نعرفش أعتقد أن التدامات لأنهم أكيد عايزين نفسه إن شايفين المجموعة قوية جدا نادي الأهلي ونادي سانداونز حتى نادي الكوتن الكاميروني أعتقد أنه هو يعني مش نادي سال هو نادي برضو ليه تاريخ ما وصل مع نادي الأهلي بل كده في نهاية أفريقيا فأعتقد أن المجموعة من أقوى المجموعات اللي موجودة في دولة أبطال أفريقيا فنادي الهلال أعتقد ما بده مش حال أنه هو يدي تدامات قوية عشان يقدر ينافس ويصعد سواء نادي الأهلي أو حتى سانداونز بالنسبة له نزبوط نروح للقطن قصة في الكاميرون المختلفة شوية في الدولة إنه الدولة الكاميروني بيتلعب على مجموعتين مش مجموعة واحدة والقطن بيتصدر واحدة من المجموعات دي طبعا نادي القطن هو واحد من أفضل الاندية الموجودة في الكاميرون وإحنا بنشوف زي ما قولنا الأسبوع اللي فات إنه لو لا ده تراجع عن الصدار هو لو كان تفوق في المباراة الأخيرة كان هو هيتصدر ولكنه تراجع عن الصدارة بسبب التعادل لكننا بنتكلم برضو نادي هو متصدر ونادي رقم واحد في بلده فهنا بنتكلم في مجموعة مش سهلة بس نتائجه برضو نتائجه يا فاروق برضو محتاجين نقف معاه لأنه بتكلم في آخر خمس مؤخرة يعني رغم أنه في المركز الثاني في مجموعة ولكن تتكلم على فريق في آخر خمس مطشات ما فاس غير مباراة وحيدة وتعادل في أربع مطشات يمكن اللي بيمروا بحالة جيدة حاليا في المجموعة دي هو نادي سانداونز والنادي الأهلي نتائجهم إيجابية في الدور المحلي ولكن نادي الهلال ونادي القطن كانت نتائجهم جيدة في بداية الموسم ونادي الهلال تحديدا بعد تدعيم الصفوف وسد الصغرات هيرجع تاني أعتقد لقوته في بداية الموسم اللي أظهرها فهي مجموعة هتكون مجموعة شارسة جدا يمكن هي فعلا المجموعة الأصعب لحد الوقتي في كل المجموعات الموجودة في بطول الدوري الأبطال فكرة أنك أنت تلعب كاس عالم وترجع بعد كاس العالم تخش في دوري أبطال أفريقيا فكرة إيجابية يعني حاجة تبسطك تريحك راجع من مشاركة في كاس عالم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله قادرين نروح فيها لبعيد حالة معنوية إن شاء الله تبقى جيدة احتكاك على سكيل أعلى وبالتالي لما تنزل من العالي تنزل لمستوى مش تقليل طبعا من بطولة أفريقيا بس بالتالي أنت نازل سكيل أهل شوية فبالتالي ده يبقى يديك أفضلية ولا حجم المنافسة وضغط الماتشاط يمسل نوع من أنواع الإرهاق والتعب واستنزاف المجهود البدني والعصبي وبالتالي يبقى بيصعب لك مشوارك في دوري الأبطال لا يمكن أي لعب أعتقد أنه أي لعب يعني أنا لو لعب أو أنت أو لعب في النادي الأهلي وبتيجي شهرين هتلعب فيهم في أهم بطلطين موجودين ده لازم قبل الشهرين دولة تكون قعدت مع نفسك ورتبت دماغك وأفكارك أن أنت محتاج في الشهرين دول تقدم أفضل ما عندك لأنهم شهرين بيتحدد عليهم الموسم كله بطولة كاس العالم للأندية فرصة زي ما تكلمنا في البداية فرصة لأي لعب سواء حتى اللعب القادم للنادي الأهلي أو اللعب الموجود أنه هو يقدم نفسه بشكل جيد جدا في المباراة دي لأنه زي ما قلنا في النادي الأهلي فيه منافسة في كل مركز ولما تقدم نفسك في مباراة قوية زي مباراة كاس العالم ودوري أبطال أفريقيا أعتقد أن أنت بتفرد نفسك وبتفرد نفسك لنهاية الموسم فهيكون فيه منافسة في مراكز كتير في النادي الأهلي وأعتقد أن أي لعب في النادي الأهلي بيتمنى أن الشهرين اللي جايين يجوا بفارغ الصبر عشان يقدر يلعب مباريات بقى مباريات قوية فيها احتكاك بالعيبة كبيرة لان ده بيضيف ليك كلاعب كمان داخل الملعب وبيضيف لخبراتك ان انت تخد مباريات بحجم مباريات كاس العلم اللندية فاروق شايفها ازاي شايفها حاجة يعني تساعد او تزوق عجلة الفريق حاجة اجابية طبعا حاجة اجابية طبعا انك تدي كاس عالم ومنه تروح لدولة طبعا اي لعب حلم انه هو يلعب كاس عالم اللندية وان انت كمان تلعب بطولة افريقيا فاعتقد اي لعب في الناد الاهلي عارف وهو راح الناد الاهلي اصلاق لعب جديد او لعب حتى من اللعبة القدامة طبعا اعتقد عارفين الناد الاهلي دائما كل البطولات اللي بيشارك فيها بينافس عليها حتى كاس عامل عندها ند الاهلي برضو زي ما قلت لك احنا انه هو مش راح تمثيل خلص مشارف شايف ان حتى بطولة افريقيا طبيعي جدا انه هو حتى تلابات الناد الاهلي بيعملها عشان يبقى برضو فيه لعيبة للاجهاد وحتى لضغط المباريات والضغط البطولات فالناد الاهلي ما بنتكلمش في 11 لعب في الملعب بس لا بنتكلم فيه قوام كامل تماما كلهم على قد المسئولية سواء في كاس عامل عندها وحتى في بطولة افريقيا وحتى في بطولة الدوري المصري تختلف طبعا ليبل من كل بطولة لكن الناد الاهلي هو الناد الاهلي بلعبته وحتى جماهيره اللي هو الناد الاهلي عودهم على البطولات وعلى المكسب دايما وشايف انه اي لعب يتمنى يتمنى يكون متواجد طبعا في الناد الاهلي متواجد في كل البطولات وبطولات كبيرة مش بطولات طبعا انه صغير خمس مع دخول كهرباء او رجوع كهرباء مرة تانية وثلاث صفقات حسمت لغاية دباتي وفي الانتظار والبقية تأتي واعتقد انه الاهلي فتح ملف الصفقات نتكلم على صفقتين او ثلاثة بحد أدنى تكلم على عدد مش قليل من اللاعبين او هيحاول يستفيد منهم قبل المركاتو ازاي تستفيد بينهم ازاي تحضرهم ازاي يوظفهم ميستر كولر في الفترة اللي جاية وخصوصا انك ما عندكش غير اربع مطشاط والاربع مطشاط مهمين وصعبين في نفس الوقت بداية من المصري سموحة مطشكاس وبالتالي بتزيد صعوبته وخصوصا مع معاناة سموحة في الفترة الاخيرة يمكن ما اكسب النهاردة يدي له ايه لحد ما دفع وطش الزمالك سمعت حدش ولا حرج دي بطولة في حد ذاتها شايف ازاي دخول الصفقات او الاسماء الجديدة في الفترة اللي جاية فيه لعيبة لما بتتعاقد دايما مع لعب هو فيه لعب يبقى موجود اللي هو اللي هو اللعب مهم متواجد عشان يلعب على طول باستمرار من بداية التعاقد معه وفيه لعب تاني موجود عشان الروتيشن وانه هو يحقلك اللي هو السكواد ديبس بلاير اللي هو دايما موجود عشان يخلق منافسة في اكتر من المركز فالنادي الاهلي في صفقاته اللي تمه والصفقات اللي جاية فيه لعيبة هتبقى امبرتنت انها تخش دايما من بداية التعاقد معها هتقدر تدخل وتحجز مكانها الاساسي واحنا بنتكلم هنا طبعا على كريستو اللعب التونسي اللي موجود لانه هو من الفيديوهات اللي انتشرت هو اللعب اعتقد انه هو جاهز يلعب على طول يعني لا بس واضح انه عنده الامكان لعب كويس جدا وعنده امكانيات ما فيش شك طبعا اللي احنا شوفناه من كريستو وحتى الفيرويد اللي هيتعاقد مع النادي الاهلي اعتقد انه هو هيتم اتعاقد معاه لانه لو اتعاقد معاه النهاردة ممكن يلعب مباراة المصري بك هو الخرف من اسمه ايه يعني اسم كبير ان شاء الله باذن الله اعتقد زي ما فروع طبعا ان حتى ان الصفقات النادي الاهلي كلها جابها فيه لعيبة طبعا هتشارك في لعيبة ممكن يعني ان شاء الله ما يحصلش كده ما تستحملش الضغطات زي ما كنتم نتكلم حتى في حسام حسن لعيبة مهاجم كويس جدا لكن شوفناه معنادي الاهلي ما كانش مفيدة ما كانش موفق يعني ما كانش موفق لكن مع معنادي اسموح النهاردة من اول مباراة بيحرز هدفين وبيكسبهم فنتمنى ان الصفقات طبعا كل الصفقات يجاب لعيبة الاهلي واللي حتى لسه هيجبها نتمنى ان هي تفيد لعيبة الاهلي وتبقى اضافة كبيرة جدا ويبقى فيه توفيق مهم جدا التوفيق انا بشوفه انه عامل كبير جدا ممكن ان تبقى لعيب كويس وليبقى عندك اميكينات كبيرة حتى كريستو طبعا شوفنا الفيديوهات وكل حاجة لكن ممكن التوفيق ما يحلفوش فده يعني منتمنى التوفيق طبعا للعيبة ديت ان شاء الله بإذن الله ما بين برازيلي افواري سنغالي كاميروني خلي الناس كده تلف في حوارين نفسها لكن في النهاية ان شاء الله يعني يكون الاسماء المطروحة ملفاتها نفتوحة مع نادي الاهلي كلهم الحقيقة بروفايلات لعيبة محترمة جدا واعتقد ان شاء الله بمجرد حسم الصفقة والعلان عنها بشكل نهائي ورسمي جماهير النادي الاهلي ستجد ما يرضيها بشكر فروع صام بشكر احمد مصطفى شرفتونا ونوارتونا ما سعد بيكم دايما معنا في السادسة شكرا يا احمد دايما ان انا اللي بقى مبسوط ان انا موجود معك حبيب يا احمد دايما مبسوط فعلا ان احنا معاك ويعني نوارتو دليا خطوة بعد خطوة بيقرب مننا ومن بعد بيكسر عالم طبعا عندنا طبعا دربي مصر اهلي لزمالك قريب جدا اهلي وسموحة بكرا ان شاء الله تمنا كل التوفيق الاهلي قدام المصري ونبتدي الموسم بقى دخلنا في الجد يعني ان شاء الله بإذنها نكون موفقين ومعاكم هنتابع صفقة الاهلي المتبقية في المركات الشتوي بشكركم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة شكرا لكم